حدثنا بهزن وأبو كامل قال ثنى حماد بن سلمة عن أبي عمران يعني الجونية عن أبي عسيب أو أبي عسيمين قال بهزن إنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نصل عليه قال ادخلوا أرسالا أرسالا قال فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر قال فلما وضع في لحده صلى الله عليه وسلم قال المغيرة قد بقي من رجليه شيء لم يصلحوه قالوا فادخل فأصلحه فدخل وأدخل يده فمس قدميه فقال أهيلوا علي التراب فأهلوا عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه ثم خرج فكان يقول أنا أحدثكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد حدثنا مسلم بن عبيد أبو نصيرة قال سمعت أبا عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام بالحم والطاعون فأمسكت الحم بالمدينة وأرست الطاعون إلى الشام فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورشس على الكافرين حثنا سريج حدثنا حشرج عن أبي نصيرة عن أبي عسيب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني إليه فخرجت ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط أطعمنا بسرا فجاء بعذق فوضعه فأكل فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم دعا بماء بارد فشرب فقال لتسألنا عن هذا يوم القيامة قال فأخذ عمر العذق فضربا به الأرض حتى تناثر البصر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أئنا لا مسؤولنا عن هذا يوم القيامة قال نعم إلا من ثلاث خلقة كف بها الرجل عورته أو كسرة سد بها جوعاته جوعاته أو حجر يتدخل فيه من الحر والقر ترجمة نانسي قنقر